حائية بن أبي داود للحافظ أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث تمساك بحبل الله والتابع الهدى ولا تاكو بدعيا لا علاك تفليحوا ودن بكتاب الله والسنان التي آتت عن رسول الله تنجو وترباح وقل غير مخلوق كلام ماليكين بذلك دان الأتقياء وأفصاح ولا تاكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجاح ولا تاكو للقرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللافظ يضاح وقل يا تا جل الله للخالق جهرة كما البادر لا يخفى وربك أوضاح وليس بمولود وليس بواليد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقالي محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجاح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضي لتنفح وقل ينزل الجبار في كل ليلات بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى قابق الدنيا يمنوا بفضله فتفرجوا أبواب السماء وتفتحوا يقولوا ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحوا روا ذاك قوم لا يردوا حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجحوا ورابعهم خير البريات بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحوا وإناهم لا الرهط لا رائب فيهم على نوج بالفردوس بالنور تسراحوا سعيد وسعد وابن عوف وطلحات وعامير فهر والزبير الممداح وقل خير قول في الصحابات كلهم ولا تاكوا طعانا تعبوا وتجراحوا فقد ناطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفاتح آي للصحابات تمداحوا وبالقادر المقدور أيقين فإنه دعامات عقد الدين والدين أفياحوا ولا تنكرا جهلا نكرا ومنكرا ولا الحاوض والميزان إنا كاتم صاحوا وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفاحم تطراحوا على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبي حاميل السيل إذ جاء يطفاحوا وإنا رسول الله للخالق شافع وقل في عذاب القبر حق موضاحوا ولا تكفيرا أهل الصلاة وإن عاصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفحوا ولا تاعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحوا ولا تاكو مرجيا لا عبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزحوا وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقصوا طورا بالمعاصي وتاراتا بطاعاته ينما وفي الوازن يرجحوا ودعا أنك آراء الرجال وقولهم فقولوا رسول الله أزكى وأشرحوا ولا تاكو من قوم تلهاوا بدينهم فتطعان في أهل الحديث وتقدحوا إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبحوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر